ومع شروق شمس أول أيام عيد الأطحى تراصى مئات الآلاف من المصليين خشوعاً في صلاة العيد للأطحى المبارك في مختلف مساجد المملكة ومصلياتها المصلون في المحافظات عبروا عن فرحتهم بالعيد متمنين أياماً سعيدة للأمتين العربية والإسلامية وأن تدوم هذه العياد في ظل الأمن والأمان والاستقرار والترابط الذي تشهده المملكة وبعد أداء الخطبة تبادل المصلون التهانية والتبركات بمناسبة عيد الأطحى المبارك كما وزع العديد منهم الحلوى بهذه المناسبة أحب أعيد على جلال سيدنا أحب أعيد على الأردن كامل وعلى أهلي وعلى كل الناس وإن شاء الله نعاد عليكم بالصح والسلام يا رب أجيت اليوم عشان نصلي صلاة العيد بالمدينة الرياضية طبعاً أنا إلي سنتين مش بالبلاد ساكني بأمريكا بس أجيت اليوم وكنت أحب أن كثير نصلي صلاة العيد وبحب أحكي كل عام وأنتم ألف خير لجميع الأمة العربية والإسلامية فضل صلاة العيد هذه السنة هي سنة وشعيرة تجمع المسلمين على الخير والمحبة فأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام هذه الشعيرة حتى يجمع المسلمين بجمع أكبر مما هم عليه في شتى شعائر الدين الله أكرمنا صلينا صلاة العيد جماعة وشفنا محبة الناس بين بعضهم يعني الله يا رب يجعل الفرحة اللي منشوفها في صلاة العيد وفي الأفراح والأعياد والمناسبات الدينية منشوف بهجة الناس وفرحتهم نتكون دائماً منشورة إن شاء الله بين الناس جيناً صلى صلاة عيد الأضحاف ملعب الصواميح وجيناً عيد على الأم الإسلامية كل عام تبخير تقبلها طاعتكم حقيقةً الإنسان يفرح في ظل هذه الأجواء أجواء الاجتماع بعد الانصراف من صلاة العيد لا سيما في هذا المجمع الطيب الذي يجمع الأهالي نساء ورجال وأطفال هنيئاً لهذه الأمة بيوم عيدها وهنيئاً لمن يضحي وهذه الأضاحة حين نقول بسم الله الله أكبر كأن الله عز وجل يأمرنا أن نتذكر تلك التظهية العظيمة فنضحي بشهواتنا نعم نضحي بشخصياتنا من أجل الله عز وجل